السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين ان شاء الله النهاردة الناس اللي بتاعشق الشوكولاتة بقى والحاجات المسكرة عاملة ضايت عاملة رجيم ايا كان نوعه مرضى صكر الناس اللي بتشتيك شوية من الوزن التقيل وحب تاكل حاجات خفافة كده وفي نفس الوقت مسكرة وبيعشق والمسكرة مش قادرين يقربوا نحيته عشان وزنهم ازايت ده هنعمل لكم النهاردة كبكيك بالشوكولاتة ضايت تحفة 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 بجانب ان هو مفيش سعرات اصلا يعني تاكات تكون معدومة لكن في حاجات فيها هترفع لكم الحرق ان شاء الله هتاكلوها يشبعكو وهيعجبكو جدا يلا مع بعض على طول كده هنبدأ على بركة بسم الله نشوف الطريقة والمأدير بسم الله الرحمن الرحيم المأدير بتاعتنا مبدئيا كده لازم تكون كلها بدرجة حرارة الغرفة يعني مخرجينها لو حطين حاجة منهم في التلاجة لازم يكون مخرجينها قبلها على اقل بساعتين طبعا الجو برد جدا فلازم نخرج الحاجة بتاعتنا عشان ما تبقاش ساعة قوي وحنا بنستخدمه وتقفش معنا ده اول حاجة تاني حاجة دي الشوفان لازم يكون مطحون ناعم قوي قوي وتنخليه تالت حاجة الككاو اللي معي لازم يكون ككاو خام بدون سكر يعني ككاو درجة اولة خام بدون سكر اول حاجة معي هنا في المأدير 100 جرام من لبن منزوع الدسم او لبن خال الدسم او حليب جوز الهند معي هنا 50 ملي من الزيت النباتي اي نوع زيت نباتي عادة زيت الزيتون 50 جرام من الشوفان او دقيق الشوفان المطحون الناعم 60 جرام من الككاو الخام ده بما يعادل 30 كباية ده الككاو الخام ده درجة اولى الاسباني او الهولندي ايا كان معي هنا 50 جرام من السكر سكر ضايت انا جبت هنا سويتان لانه بدون سبرتام ده اولا ثانيا ده النوع الوحيد اللي ممكن يدخل الفرن في انواع السكر الضايت رشة ملح وفانيليا وكيس بقى يا امه لو عندك السبريسو هتحطي نص معلقة لو ما عندكيش السبريسو هتستخدمي نص معلقة ارفا ده او ده سيان يعني اللي موجود عندك يبقى اللي ارفا هتحطي نص معلقة او ده انا انا كده كده عايزة حاجة بس تعزز طعم الككاو وتخليه اقوى شوية معي اتنين بيضة اتنين معلقة كبيرة منسوحة من البيكنج بودر بس كده هقولكو كمان المقادير مرة تانية اول حاجة انا هعملها كده اجيب الاكياس تاعة السكر وهبدأ افتحها وهفضيها في بولا فيه برطمانات من سكر سويتال ده بتتباع لو لقتيها هتريحك اكتر من ان تفتحي وتحطي هتشيلي وتستخدمي على طول والميزان الحساس يا جماعة الميزان الحساس يعني بنصحكم بجد انه يبقى موجود عندكم لانه بينفع قوي قوي في الوقت ده بالزيت بعد ما فضيت السكر كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنزل عليه بالزيت النباتي انا هنا مستخدمة زيت جوز الهند ممكن تستخدمي اي نوع زيت نباتي موجود عندك بس بلاش زيت الزتون عشان طبعا رحته وطعمه بيبقوا وطحين وهيبهدللك الدنيا يعني هقلبهم الاتنين كده مع بعض وبعدين هنزل عليهم بالحليب الخالي الدسم انا هنا برضو مستخدمة حليب جوز الهند لو مش عندك حليب جوز الهند ممكن تستخدمي اي لبن عندك خالي الدسم وابدأ ادوب السكر كويس جدا جدا بالشكل ده هنزل بعد الوقت بالملح وهرجع ادوب كده بالطريقة دي بعد ما بادوب كويس جدا جدا السكر والملح ولازم السكر يدوب كويس قوي 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 هنزل يا اما بالسبريسو يا اما بالارفة ده او ده اللي اتنين عموما بيرفعوا الحرق جدا 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 بيدوا للكيك نكهة خرافية لما بنيجي ناكلها كده بتبان قوي دلوقت هنزل بالبيض بتاعي هنزل باول بيضة وهبدأ اخفقها بالشكل ده لحد ما تختفي وبعد كده انزل بالبيضة التانية ونفس الكلام الكوبكيك ده طعمه طحفة يعني لو حد مش عارف ان هو ده ضايت هياكله استحالة يصدق ان هو للضايت طعم الكاكابو بقى ظاهر فيه قوي للناس اللي بتحب بالسموكن شوية في الطعم ما يحسوا بيه هيحبوه جدا جدا ان شاء الله بعد كده ضفت الفانيليا وبدأت اخفق بالشكل ده كده هنزل دلوقت بالكاكاو شوية بشوية ومع التقليب عشان ما يعملش عفرة بقى ويبهدلك الدنيا وبعد ننزل بالشوفان بتاعنا وهنا معايا البيكنج بودر انا كنت بقى اشتغل بمعلقة صغيرة فالمعلقتين الصغيرين بيعادلوا معلقة كبيرة فهنا الكيس بالضبط جيه اربع معالق صغيرين يعني معلقتين كبار ففضيتي الكيس كله على بعضه بالشكل ده هبدأ يقلب بقى كويس قوي 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 بالطريقة زي لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها ويديني قوام الكيك اللي هتشوفوه دلوقتي ده كده بالضبط القوام تنام جدا جدا محترم على الاخر ده القوام اللي انا عايزه طبعا انا بقلف اتجاه واحد عشان احافظ على كمية الهواء اللي بتدخل وما يبطش معاكين زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده قوام الكيك معايا زي الفل دلوقتي هسيب الخليط ده حوالي دقيقتين دقيقتين بالضبط عشان دقيق شوفان يبدأ يتفعل كده وينفش معايا حضرت هنا الصانية بتاعتي حطيت فيها اوالي بالكابكيك وطبعا لو مش عندك الورق بتاع الكابس ده ممكن تدهني الاوالي برشة زيت بسيطة وتبطنيها بس الافضل طبعا يكون عندك الكابات دي او ورق زبدة عشان اتفادأ اي زيود زيادة يعني هبدأ كده اصب فيها اعمل تلتين القالب خليط من الكيك ودلوقتي انا هبدأ اشغل الفرن بتاعي انا بشغل الفرن بسخن الفرن قبل ما دخل الكيك فيه بعشر دقايق بالضبط يعني قبل ما هدخله بعشر دقايق اروح مسخنين بعد كده بعد ما خلصت كده سب الكيك كله في الاواليب هيدخل الفرن دلوقتي على درجة حرارة 180 هيقعد معي في الفرن يعني حوالي 15 دقيقة مش اكتر من كده هو ما بيخدش وقت ابدا ابدا في الفرن ممكن يقعد معيك عشر دقايق وممكن يقعد معيك 15 دقيقة على حسب الفرن بتاعك برضو بيدخل الفرن وبيخرج بالشكل اللي انتو شايفينه ده ان شاء الله ريحته قوية قوي قوي هش بطريقة مش طبيعية بص عشان تختبروه بتجيبوا سكينة وتحطوها كده وتطلعوها هطلع تمام خلاص اجيبلكم بس سكينة بتكون مفتحة عشان يظهر فيها هحطها كده واطلعها طلع النضيف يبقى كده استقوى بخرجوا فورا من الفرن لو بقى لقيتها لسه معجزنا شوية بس سبها تاني في الفرن بص من جوه من بره تحفى بلد يا جماعة والله ريحته جميلة قوي 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 سكر سويتالو وحلوته كمان بدون اسبرتام ساعم وقلت هو فيه سنة حلوانة بسيطة للناس اللي بتحب الحاجة المسكرة قوي ممكن تقليلي من السكر ده شوية يعني تعمليهم بدل مهمة خمسين جرام تعمليهم تلاتين جرام مش هيقصر معاك شايفين بقى هش ازاي ريحته حلوة طعمه في منتهر روعة يعني انا عن نفسي كلته بايه هي قطعة واحدة بس تكفيكي وبتشبه قوي انا عن نفسي لما اخدت منه واحدة مسموح ليكي طبعا بواحدة في اليوم لو انت ماشي على نظام ضايت معين مسموح ليكي بواحدة فقط في اليوم تفطري بيها بقى تتغدبها تتعشي بيها انت حرة انا لما جيت كلتها جبت معي كوباية لبن سخن طبعا خالي الدسم وكلتها معي تحفى بلبن خالي الدسم بدون سكر طبعا اطمى بقى من الكوبكيك مع بقى من اللبن السخن ده تحفى طعمه في منطهر روعة وفعلا شبعتني يا جماعة بصوا من جوه هش جدا 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 وريحت الكاكاو كده مع المسكفيه تحفى عايز اقولوكو طبعا المسكفيه والقهوة عموما والقرفة بيعلوا الحرق كل المكونات دي مع وعدها كده سعراتها الحرارية تكاد لتسكر يعني بسيطة قوي قوي شايفين بقى شكله عام ازاي في منتهى الجمال جربوه ان شاء الله يعجبكو وطبعا لو لأول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا بقى عنامة الجرس تعملوا تشغيل الكل عشان اي فيديو الناس دلو يجيلكم اشعار تشوفوه على طول وتنورونا في القناة اه دي الشكل بتاعه حلو قوي قوي انا قبل كده عملت معيكو كيك الشوفان بالبرتقان كانت تحفة جدا برضو بس كنا عاملينه على البتجاز من فوق في الحلة شوفوا الفيديو وان شاء الله جربوه هيعجبكو جدا جدا ان شاء الله دول وصفتين بقى للناس اللي بتاعهم الرجيم او دايت هتاكلوا بدون حرمان هتاكلوا انتو ضميركم مرتاح مفيش بوازان للانظمة اللي انتو ماشيين عليها رضيتو نفسوكو وفي نفس الوقت ما تحرمكوش من حاجة وفي نفس الوقت كمان انتو ماشيين تمام جدا 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 مش محتاجين انكو تتعبوا نفسوكو وتحرموا نفسوكو حاجات كتير قوي علشان تمشوا على نظام الرجيم بتاعكو. يارب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك لو الامرات تشوفوا القناة. هسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله